لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن سبب خلق كل إنسان هو أن يكون عبدا كاملا لله تعالى وللحصول على هذا المقصد كان لابد أن تكون هناك تعاليم ربانية ترشدنا إلى تلك الغاية الأساسية في الحياة لذا فقد جمعت هذه التعاليم كلها في الذكر الحكيم وكما أن العلم لا يكمل دون تجربة فعلية كذلك هذه التعاليم لابد من أن يطبقها إنسان لكي تكون لنا أسوة دائمة أبدية ولابد أن يكون ذلك الإنسان الذي يطبق هذه التعاليم مميزا للغاية أيضا لأنه لو لم يخلق إنسان قادر على تنفيذ هذه التعاليم لما خلق الله تعالى الإنسانية كلها ولذا قال عز وجل اسمه لذلك الإنسان القادر على تطبيقها لولاك لما خلقت الأفلاك ولهذا السبب عندما قرر الله أن يخلق آدم الأول اتخذ قراره منذ ذلك الحين أنه سيخلق ذلك الإنسان الكامل القادر على حمل الأمانة كما نوه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحكمة العظيمة وقال إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طنته إن تطبيق تعاليم القرآن الكريم بالكامل التعاليم التي تجعل الإنسان إنسانا كاملا ليس بأمر سهل على الإطلاق لذا فقد اختار الله إنسانا بوسعه تحميل نفسه أكثر مما تطيق متجاهلا كل القيل والقال في هذا المقام كما قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم إنه كان ظلوما جهولا عندما أتى حضرة سعد بن هشام رضي الله عنه ليسأل السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن فإذا عمقنا النظر قليلا في جواب أم المؤمنين رضي الله عنها سوف نجد أن التخلق بالأخلاق المذكورة في القرآن الكريم طوال الحياة ليس بأمر سهل على الإطلاق فإن تطبيق الآيات بعد فهمها يتطلب جهدا وفهما وقوة استنباط وفراسة سامية جدا فعلى سبيل المثال لنأخذ آية واحدة فقط يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا انظروا كيف طبقها صلى الله عليه وسلم في حياته كان إذا سئل النصيحة فلا ينصح كل فرد بنفس النصيحة إنما ينصح كل شخص بحسب احتياجه للإصلاح فعندما سئل عن خير الأعمال على سبيل المثال قال لشخص أن خير الأعمال له الجهاد في سبيل الله وللآخر خدمة الوالدين ولشخص آخر قال له فالتقوا الخيرا أو لتصمت فانظروا إلى مدى حكمته بأجوبة مختلفة لسؤال واحد هذه كانت فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لسان الإنسان العادي يعجز عن وصف عظمة خير البرية عليه ألف صلاة وسلام لذا تعالوا لننظر كيف وصفه غلامه وخادمه الحقيقي المسيح الموعود عليه الصلاة وسلام فقد قال عليه الصلاة وسلام مادحا سيد الأولين والآخرين عليه ألف صلاة إنني دائما أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النبي العربي الذي اسمه محمد عليه ألف ألف صلاة وسلام ما أرفع شأنه لا يمكن إدراك سمو مقامه العالي وليس بوسع الإنسان تقدير تأثيره القدسي من المؤسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها إنه هو البطل الوحيد الذي أعاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها لقد أحب الله غاية الحب وذابت نفسه تماما شفقة على خلق الله لذلك فإن الله العالم بسريرته فضله على الأنبياء كافة وعلى الأولين والآخرين جميعا وحقق له في حياته كل ما أراد هذه هي أسوة العبد الكامل الذي بصفته عبدا لله أد حق العبودية لربه عز وجل وقد تطلب هذا الأمر منه أن يتعبد لله في ليال طوال إلى أن تورمت قدماه ثم يقف صباح اليوم التالي كالجندي الباسل مستعدا لخدمة خلق الله لوجه الله فقد أحدث انقلابا ليس له مثيل في العرب كما ذكره المسيح الموعود عليه السلام عندما قال إن ذلك الحادثة العجيبة الذي جرى في برية العرب حيث بعث مئات الألوف من الموتى في أيام معدودات وتجلى بالصبغة الإلهية أولئك الذين فسدت أخلاقهم على مر الأجيال وأصبح العمي يبصرون والبكم بالمعارف الإلهية ينطقون وحدث انقلاب في العالم لم تره عين ولم تسمع به أذن قط يقول عليه السلام هل تعرفون كيف حدث ذلك؟ إن تلك الدعوات التي دعا بها في جوف ليال حالكة عبد متفان في الله هي التي أحدثت ضجة في الدنيا وأظهرت العجائب التي يبدو صدورها مستحيلا على يد ذلك الأمي الضعيف الحيلة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين بعدد همه وغمه وحزنه لهذه الأمة وأنزل عليه أنوار رحمتك إلى الأبد اللهم صلي وسلم وبارك عليه إن عمقنا النظر في القرآن فسنرى أن العديد من الأنبياء ورد ذكرهم فيه بل هناك أنبياء أيضا وردت أذكارهم وأسماؤهم أكثر من اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه ولكن إلى يومنا هذا نحن لا نهتف بشعار لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله على سبيل المثال ولا إسماعيل رسول الله أو عيسى رسول الله أو نوح رسول الله رغم أننا كمسلمين أكثر من يؤمن بهؤلاء الأنبياء ونصدقهم ولكننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لماذا؟ لأن صفات الأنبياء كلهم قد جمعت فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كما أرشده الله وقال فبهداهم اقتده فأقام بها سبل التوحيد على الأرض وباتباع سنته يمكن لكل إنسان أن يصل إلى عبادة الله الحقيقية إن الله تعالى جعل لكل إنسان صفات ظاهرية وباطنية يتميز بها عن الحيوانات فإذا اتخذ الإنسان السبيل الوسط لاستعمال هذه الصفات ولا يميل إلى الإفراط والتفريط ووضع كل صفة في محلها عندها فقط يصبح إنسانا كاملا مكتملا وعبدا حقيقيا لله تعالى كما قال المسيح المهود عليه السلام أو كما شرح المسيح المهود عليه السلام في تفسيره لآية نور على نور فقال أما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة والمعتدلة التي صارت بسبب عقله اللطيف بمنزلة الزيت لظهور نور الوحي فقد أشار الله تعالى إليها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى وقال وإنك لعلى خلق عظيم أي أيها النبي إنك مجبول ومفطور على خلق عظيم أي أنك متمم لمكارم الأخلاق ومكمل لها بحيث لا تتصور زيادة عليها ذلك لأن كلمة عظيم تستخدم في لغة العربي على شيء حاز الكمال التام في نوعه فلما كانت شجرة الفطر الإنسانية قائمة على الاعتدال والوسطية في الحقيقة ونزيهة من كل إفراط أو تفريط يوجد في القوى الحيوانية كما أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لذا فإن كلمة الخلق كما أطلقت دون الإشارة إلى ما هو مذموم كان معناها الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاضلة التي هي حقيقة الإنسانية يقول مسيح محمود عليه السلام شرح هذه الصفات التي هي مكمونة في وجود الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فقال هي صفات باطنية توجد في الإنسان فقال مثل العقل والذكاء وسرعة الفهم صفاء الذهن وحسن الحفظ وحدة الذاكرة والعفة والحياء والصبر والقناع والزهد والورع والفتوة والمثابرة والعدل والأمانة وصدق المقال والسخاء في محله والإيثار في محله والكرم في محله والمروء في محلها والشجاع في محلها وعلو الهم في محلها والحلم في محله والتحمل في محله والحمية في محلها والتواضع في محله والأدب في محله والشفقة في محلها والرأفة في محلها والرحمة في محلها وخشية الله ومحبة الله والأنس بالله والانقطاع إلى الله وما إلى ذلك هذه الصفات كلها استعملها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في محلها ولذا كان إنسانا كاملا ثم يخبر الله تعالى أن ذلك الزيت نقي ولطيف الذي ذكر في الآية ذلك الزيت نقي ولطيف بحيث يكاد يشتعل ولو لم تمسسه نار أي أن عقل هذا النبي الكريم وجميع أخلاقه الفاضلة معتدلة ولطيفة ونورانية بحيث إنها جاهزة للإضاءة تلقائيا قبل نزول الوحي أيضا نور على نور أي نزل نور على نور يعني أن الذات المباركة لسيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كانت جامعة لأنواع الأنوار فنزل عليها نور سماوي آخر بشكل الوحي الإلهي فصار خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم مجمع الأنوار اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا